تساعة صباحاً موعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع دينا شرف تدريا دينا شكراً لك جمانا تساعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن القمة العربية الإسلامية في الرياض تنعقده في ظروف استثنائية وأوقات صعبة يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بسبب القتل والحصار والمبارسة اللا إنسانية وخلال مشاركته في فعاليات القمة أضف الرئيس سيسي أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يتطلب وقف جادة من المجتمع الدولي لافتاً إلى أن الدعوات الإنسانية تسقط سقوطاً مدوياً إزاء الأحداث الحالية في غزة كما شدد الرئيس سيسي على إدانة مصر استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين مؤكداً على عدم قابول سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري لافتاً إلى عدم إمكانية تبرير تلك السياسات بالدفاع عن النفس وعلى هامش فعاليات القمة العربية الإسلامية الإثثنائية برياض التقى الرئيس السيسي مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار بغزة دون شروط ومعنى تهجير الفلسطينيين وضمان أمن المدنيين وكان من أبرز القادة العهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس السوري بشار الأسد استشد عدد من المواطنين الفلسطيني وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنب قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد تسعة أشخاص ووقوع عدد من الجرحة في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة كما قصف الطيران الاحتلال مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يألي نازحين في حي النصر بمدينة غزة ما أصفر عن وقوع شهداء وجرحة وأفادت تاوفى باستشهاد عدد من الأشخاص ووقوع جرحة في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة تظاهر أكثر من 300 ألف شخص في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين بوسط لندن واندلعت مناوشاتنا بين الشرطة وجماعات اليمينية المتطرفة التي تجمعت للاحتجاج على المسيرة التي نضمت في يوم الهدنة الذي وفق نهاية الحرب العالمية الأولى وتحيي فيه بريطانيا ذكرى قتل الحرب ذكرت وسائل أعلام أمريكية أن رئيس مجلس نوبا مايك جونسون أعلن عن إجراء تمويلي مؤقت من خطوتين يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد أسبوع من الآن وينص هذا الإجراء على إنشاء هيكل غير تقليدي لتوفير تمويل لبعض قطاعات الحكومة الاتحادية حتى التاسع عشر من يناير ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير وأمام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريين ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مهلا حتى يوم الجمعة المقبلة لسنة تشريع تمويلي مؤقت من أجل استمرار عمل الوكالات الاتحادية بعد انتهاء أمد التمويل الحالي قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده تواجه أكبر تهديد أمني لها منذ الحرب العالمية الثانية وذلك على خلفية تحليقات قاذفات روسية وصينية فوق بحر اليابان ودعا كيشيدا إلى ضمان المستوى اللازم من الميزانية العسكرية واتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز القدرات الدفاعية لتوكيو وأضف رئيس الوزراء الياباني أن بلاده ستبدأ في تطوير الصواريخ لصد أي هجمات محتملة على البلاد قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف أن روسيا شنت هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها لأول مرة منذ سبعة أسابيع كما هاجمت شرق البلاد وجنوبها بطائرات مصيرة وأضف المسؤول الأوكراني أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته روسيا فشل في الوصول إلى كييف حيث أسقطته الدفاعات الجوية أثنى اقتربه من العاصمة لافتا إلى عدم سقوط قتلى أو مصابين كما لم تقع أضرار بالغة وأعلن حرص الحدود الأوكراني استعادت السيطرة على قرية في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود الروسية ختام موجز التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر